السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناة وصفة وإفادة. آآ وصفتنا اليوم آآ هي آآ للقعداء على القمل اللي كيكون منتاشر بزاف بعد المرات آآ كيكون موسمي آآ ما بين أطفال المدارس وكان عجزوا كيفاش نكلينا نحاربوا هاد آآ الظاهرة اللي كتكون هي نادرة بعد المرات وملي كنشوفوه كنش مأزو منو وكان احتارو اشنو خاصنا نديرو باش نحيدو هاد آآ هاد المشكي اذا نعدي لكم واحد الوصفة هي ساهلة ساهلة وناجحة 100% آآ ما كت آآ من تاخدش معانا احتى اسبوع اسبوع كيكون المشكيل صافي تهنين منو آآ هي تقريبا وصفة مع طريقة مع طريقة اولا كنحتاجوا القرفة آآ مسحوق مسحوق القرفة مطحون او مطحون وعندنا آآ عسل العسل آآ لما كانش العسل الحر نديرو العسل المهم تكون يكون العسل ضروري من العسل وزيت زيت زيت زيتون زيت العود اذا كان ناخده ما يلدرنا معلقة كبيرة 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 من القرفة يعني الناخده ما يلدر المهم حتى سوف نرى الشعر الشعر كيفاش آآ لكان شعر قصير اللدره من الخاص بك ناخده مقدار دي الأطفال اطفال قطعة معلقة صغيرة في ربع كاس ربع كاس ذيال زيت الزيتون ربع كاس ذيال زيت الزيتون وغادين نخلطوهم مزيان ونديروهم للشعر خصلة بخصلة يعني الشعر كامل غادين نديروه في هاد هاد الخالط وحال ما كان الشعر طويل غادين نضعفوا المقادير يعني جوج معالق كبار عسل معالقة صغيرة ذيال القرفة 4 كاس ذيال الزيت المهم غادين نبقى وغادين على هاد باش نباش شعر كامل يعمر وغادين نغطوه بالسلوفان نغطوه بالسلوفان ونخليوه تقريبا تقريبا شي ستتسويع 6 سوية 4 سوية 5 سوية المهم اقصى اقصى مدة هي 6 سوية ومغطوه بالميكة والسلوفان مهم يكون مغطوه مزيان من اللي نغسلوه غادين نغسلوه غادين نغسلو الشعر وغادين ناخدوه معالقة كبيرة ديال القرفة ونكبو عليها الماء طيب حار ونغلقوه ونغلقوه ونغلقو عليها باش غادين نديروها في هذي في هاد الرشاش نديرو هذك المحلول من اللي غادي يبرد نصفيوه ندير نصفيوه ونديروه هنا والطفل في المدرسة غادي المدرسة الرشو الشعر ومن اللي يجي مباشرة الرشولي تاني شعر الرشو تاني شعر ما غاديش يبقى القمل نهائيا بصيفة نهائية مدة أسبوع ما غاديش يبقى اذا كنتمنى انا راني فسرت وشرحت مزيان طريقة كيفاش كنتمنى هذي باش تكون هي نهاية ديال تخلصكم من هاد المشكيل بصيفة نهائية وراها الناس جربوها بزعف ويلي كت يلي كتفكم من هاد المشكيل الله نجينا ونجيكم ونتمنى لكم الخير والسلامة لكم ولداتكم وإلى فيديو آخر دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء اشتركوا في القناة